مجز والأخبار الاقتصادية أهلا بكم توقعت وزارة الزراع الحالية أن يصل إنتاج البلاد من القمح إلى نحو ثلاثة ملايين طن هذا العام أقل وكيل وزارة الزراع مهدي الجبوري وزارتي الزراع والموارد المائية سيتخفضان المساحات المزروعة بالأرز هذا الموسم بسبب مشكلة شح المياه التي يعاني منها العراق وضف أن العراق يتوقع أن يصل إنتاج القمح لهذا العام إلى ما بين اثنين ونصف وثلاثة ملايين طن مما يؤمن احتياجات الحصة التموينية حتى نهاية عام 2022 كشفت محافظة وسط عن إعادة أكثر من مليار دينار إلى البلديات خلال العامين الماضيين بسبب تضمين كشفات غير دقيقة مرتبطة بفساد إداري أقل المحافظ محمد المياحي إن بلدية الكوت كانت تعد من البلديات الخاسرة بسبب تجاوز الديون التي بذمتها أكثر من ستة مليارات دينار فيما أصبحت تمتلك حاليا رصيد أكثر من عشرة مليارات ودع المياحي جميع المقاولين والمستثمرين العاملين في المحافظة ممن يتعرضون إلى ابتزاز من أي جهة حكومية أو أينها دعاهم إلى الكشف عن هذه الحالات بشكل علني وبالأدلة والتوجه إلى القضاء والنزاهة أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن العراق جاء في المرتبة الخامسة كأكبر مصدر للنفط إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي أقلت الإدارة في تقرير لها إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثماني دول بلغت خمسة ملايين ومئة وثلاثة وسبعين ألف برميل يوميا منخفضة بمقدار مئة وعشرة ألاف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه وأضافت أن الصادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت مئتين واثنين واربعين ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي وهو بذلك يأتي في المرتبة الخامسة كأكبر مصدر للنفط من بين الدول العشر الرئيسة المصدرة المصدرة لأمريكا قفزت عائدات السياحة التركية بنسبة قوية بلغت مئة واثنين وعشرين فاصل أربعة بالمئة بنتيجة الفصل الأول من العام الحالي مسجلة خمسة مليارات وأربعمائة وخمسين مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق النتائج التي نشرها معدو الإحصاء التركي أظهرت أن ستة وسبعين فاصل خمسة بالمئة من الإيرادات السياحية كان مصدرها السياح الأجانب نقابل ثلاثة وعشرين فاصل خمسة بالمئة من المغتربين الأتراك المقيمين خارج بلادهم يشار إلى أنه في العام الماضي تضاعفت عائدات السياحة إلى نحو خمسة وعشرين مليار دولار إلا أنها بقيت أقل بكثير من أربعة وثلاثين مليارا وخمسمائة مليون دولار المسجلة عام الفين وتسعة عشر وتأتي هذه الأرقام فيما تستهدف تركيا في إطار برنامج اقتصادي جديد تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية من خلال زيادة الصادرات مع الحفاظ على سياسة خفض أسعار الفائدة وهذه انتقالة إلى أسعار المعادن والعملات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ختام المجاز الابتصادي إلى اللقاء